اهلا بحضراتكم مجددا تفاصيل حلقتنا النهاردة من الماتش كل الانظار لعشاق كرة القدم ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي والقرى الافريقية بتتجه غدا سوبا العاصمة السعودية الرياض على ملعب الملكة أرينا حيث مقابلة من العيار الثقيل تجمع بين بطل رابطة الابطال النادي الاهلي المصري وبطل الكونفدرالية الافريقية نادي زمالك أيضا المصري في رئيين الاثنين اللي جمهريتهم ليست فقط في مصر ولا في القرى الافريقية بل بتمتد إلى ربوع الوطن العربي والقرى الافريقية قاطبة هي القمة الأعلى مشاهدة وجمهرية حتى وإن كان هناك نجوم كبار جدا من دوريات العالم أجمع متجمعين مثلا في الدوري السعودي لكن تظل قمة كرة القدم بين الأهل والزمالك لها نكهتها لها فرحتها لها جماهريتها عشان كده لقاء الغد لحاجمع ما بينه في تمام التاسعة الكل منتظر من سيتوج ببطولة جديدة هي بطولة السوبر الافريقي بعدما أخيرا حققنا بطولة الكونفدرالية اللي غابت عن الأندية المصرية سنوات عديدة لكن الأهل كعدته دائما بيكون على موعد مع الانتصارات موعد مع البطولات وهو اللي فعله نادي الأهل بتحقيقه بطولة دوري رابطة الأبطال على حساب التراجي بعدما فاز بهدف مقابل أشيء وتعادل في لقاء الإياب تعادل سلبي أما نادي الزمالك كلنا عارفين حقق هذه البطولة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي خسر في المغرب 2-1 وفاز في القاهرة 1-0 الهدف خارج الديار بتحسب بهدفين وبالتالي كان صعود نادي الزمالك وحصوله على هذه البطولة السوبر الافريقي بكرة مباراة كبيرة جدا لكن أنا كل أمل التذاكر طبعا نفذت على طول أول ما انطرحت فيه الأسواء عشان ده يبين حجم وقوة الفريتي اللي 2 في أي محيط موجودين فيه عشان كده سعت المملكة العربية السعودية أن يكون السوبر موجودة على أرضها في موسم الرياض